اشتركوا في القناة تملك الوديانة والجبال والسهولة وكل الشجر فدون الوطن من ينافس تقع منطقة الشلاتين وحلايب أقصى جنوب شرقي مصر يبلغ عدد السكان 35 ألف نسمة يعيشون في نحو 20 ألف كيلو متر مربع ترجع أصولهم إلى قبيلتي العبابدة والبشرية التي تفرعت عنهما عائلات عديدة حفظت على انتمائها القبلي وكذوره هي الشلاتين وحلايب قطعة من أرض وحق وأهل وعزة نسيناهم كثيرا تتعدد مواردها الطبيعية بين موارد بشرية تتمثل في قبائل محلية أثار فرعونية ورسومات قديمة تمثل الموارد الثقافية موارد طبيعية حياة برية ونباتات طبية إضافة إلى محمية جبل علبة التي تعد من أهم المحميات في مصر وأبار مياه عيون ومسافة 210 كيلو مترات تمتد على ساحل البحر الأحمر منطقة الشلاتين وحلايب تعد إضافة إلى كل ما سبق من أغنى الأراضي بثرواتها المعدنية ظلت تلك الثروات الغنية على حالها دون أن تكتشف أو تستثمر إلا أن بداية جديدة يجب أن تأتي وإن تأخرت ليبدأ طريق الإنجاز بفكرة فكرة لشباب متطوعين وإعلاميين وشخصيات عامة وغيرهم أدركوا أن التعمير مراضف الأمن والاستقرار وأما حفظ الأرض لن يأتي إلا بحفظ ثرواتها آمنوا بأن من قال لا كرامة لنبي في وطنه أخطأ فأنت لن تستشعر حبا وودا ودفءا وطمأنينة إلا في شوارعك وعلى أرضك حين بدلت مصر ثيابها وبدأت نهارا لن تغيب شمسه بإذن الله كانت شريكة في الحلم والفكرة خصصت الدولة سبعمائة وأربعة وستين واثنين من عشر مليون جنيه لتنمية شاملة لمنطقة الشلاتين حلايب لتكون على مرحلتين المرحلة الأولى ثلاثمائة وأربعين مليون جنيه على أن تنتهي أعمالها في الثلاثين من يونيو من العام الجاري 2014 المرحلة الثانية أربعمائة وأربعة عشر مليون جنيه والتي من المفترض أن تبدأ أعمالها في الأول من يوليو من العام الجاري 2014 لن تدخل المسافة والأبعاد في حسابات ومعادلات أولويات العمل وسيجري النيل في مصر كلها سيصل حدودها وحتى يتحقق سنعمل جميعا فبالعمل تحيا الشعوب سنعمل جميعا